قصة نابليون والصدمة الحضارية التي اوجدها في العالم العربي ان دخول نابليون واحتلاله لمصر والقاهرة دخل القاهرة كان اول تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للدول العربية في العصر الحديث ثاني يوم من دخوله خمسة وعشرين سبعة الف وسبعمائة وثمانية وتسعين ينشئ نابليون ديوان القاهرة من تسعة من كبار العلماء المصريين لحكم مدينة القاهرة ديوان مصريين الان يشاركون فورا هذا الديوان كان سلطة استشارية في النهاية طبعا قرار عنده ومنع نابليون جنوده من السلب والنهب لكن استمر في تحصيل نفس الضرائب التي كان يفرضها المماليك اللي كانوا يحكمون البلاد قبله واعترف فورا باحترام للشعائر الاسلامية وفاجأ نابليون كل الناس بانه في خطاب عام اعلن اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نابليون اسلام مما جاء في رسالة نابليون بن بارت المخادعة طبعا للمصريين بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا ولد له ولا شريك له في ملكه ايها المشايخ والائمة قولوا لامتكم ان الفرنساوية هم ايضا مسلمون مخلصون صار الفرنسية محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني ادام الله ملكه وادام الله اجلال العسكر الفرنساوي لعن الله المماليك واصلح حال الامة المصرية اصبح نابليون بن بارت حاكم مسلم والناس صدقات ما فيه طبعا ما فيه اعلام الا اعلامه لما واحد مستبد وبيد الاعلام ما حد يتكلم غيره والناس اميين ولا عاديين صدقوا فاطلق اهل مصر على نابليون اسم علي نابليون بن بارت علي نابليون بن بارت وبدأ نابليون يتجول في شوارع القاهرة وهو مرتدي الملابس الشرقية لعمامة والجلباب ويذهب الى الجمعة المسجد في صلاة الجمعة ويصلي مع الناس صلاة الجمعة وعقد نابليون اجتماعات مع العلماء في الشريعة وكذلك عقد مع علماء مصر ما فيه كان علماء من علماء الدنيا الا شيء بسيط لكن كان تركيزه على العلماء الذين معه فساهم بتطوير مصر فعلماء الحملة كان هناك انتشار لوباء يسمونه طاعون والطاعون يعني ليس مرض الطاعون وان كل وباء كان يسمونه طاعون فاوقفوه وادخل صناعات جديدة وادخل تطوير على التعليم وانشأ خدمات بريدية ونظام مواصلات اصلح التراع ضبط الراي ربط النيل بالبحر الاحمر اشياء كبيرة عملها طبعا للأسف مضطرين نقوله وبشيء من التواضع ان المستعمرين للأسف في لحظة من اللحظات يقومون باصلاحات لم يقم بها اهل البلد انفسهم الحكام المستبدين لكن الفرنسيين طبعا كان همهم في البداية ان يكسبوا الناس وهمهم الابعد طامس الهوية للبلد خاصة الفرنسيين اذا لاحظتوا الفرنسيين لما يسيطروا على بلد يغيروا حتى لغة البلد بينما الانجليز يمتصوا الدم ويمشوا لكن لا يغيروا الهوية لازلنا نرى اثار هذا التغيير الحضاري على لغة الناس بالذات في المغرب العربي وعلى العادات الفرنسية التي يمارسونها الناس في لبنان ولا في غيرها وجدناها هذه وبالذات طبعا الناس غير المتدينين من العلمانيين وامثالهم تغيرت هويتهم وصاروا فرانكونيين وغيرها المهم هل تعلموا انه رافقت الحملة الفرنسية مجموعة من العلماء في شتى مجالات العلم اكثر من مئة وخمسين عالم واكثر من الفين متخصص رسامين كيمائيين اطباء فلكيين ما كانت حملة فقط عسكرية نتيجة هذه الجهود كان كتاب صدر منهم هم اسمه وصف مصر كتاب وصف مصر غطى جميع عراضي مصر من شمالها لجنوبها قاموا برصد كل ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة كتاب فيه الصور والخرائط اصدروه فيه اكثر من عشرين جزء الى اليوم موجود ويعتبر من اهم الوثائق الرائية التاريخية في مصر وصف مصر احفظوه في سنة الف سبعمائة وتسعة وتسعين العالم بوشارد من علماء الحملة الفرنسية وجد في مدينة تبعد عن الاسكندرية ثلاثين ميل وجد حجر رشيد حجر رشيد هذا اللي عليه النقوش بلغتين وثلاث خطوط هذا الحجر هو الذي مكنت هذه الكتابات من وضع اسس منهج ترجمة النصوص الفرعونية وفتحوا بذلك حضارة مصر القديمة هذه نتيجة هامة من نتائج هذه الحملة طبعا في هذه الاثناء الانجليز كانوا سيطين على البحر وكان نابليون ترك سفنة في البحر وامرهم ان يعودوا لفرنسا الى ان يأمرهم لكن جاءت الرياح الشديدة والعواصف فمنعتهم فجاء الاسطول الانجليزي بقيادة نيلسن وكانت معركة ابو قيرة وحطموا الاسطول الفرنسي وتضاعفت الازمات على نابليون الان ما عنده اسطول وتضاعفت الازمات في 16 اكتوبر الناس وعايت ايش هذا يدعي الاسلام فلم بدأ العلماء الواعين ينشروا فقام الثورة بكل عنف داخل مصر وتخلى نابليون هنا عن دور الفاتح المتسامح المسلم وامر بقطع اعناق كل ثائر مسلح طبعا مع الدعاء الفرنسيين الصبغة العلمية لحملتهم فالجيش لما وثارت وثارت على فكرة اساسا من الازهر امر بقصف الازهر بالمدافع وقتل عدد من العلماء المجاهدين من الازهر وقام باطلاف وتدمير خزائن الكتب والمخطوطات التي في الجامع الازهر بل حاول هدم الجامع الازهر في النهاية حتى يقضي على الثورة والسلوك يتناقض تماما مع الدعاء اعتناق الاسلام